تحول وهران إلى قطب اقتصادي بامتياز وانتعاش الاستثمار ومواكبة لهذه الوتبة التنموية هياكل قاعدية واعدة إنجاز مشروع الطريق الاجتنابي من وإلى ميناء وهران الرابط بينه وبين الطريق الصيار شرق غرب والذي بلغت نسبة إنجازه 92 من المئة بتسلمه سيغير مسار الشاحنات ويقضي نهائيا على الاختناق المروري هذا المدخل لمدينة وهران الذي يربط الميناء وهران إلى الطريق السيار على مسافة 26 كم والمقطع الأول هذا في 8 كم وتعزيزا للنقل عبر شبكة السكك الحديدية استؤنفت الأشغال للخط الجديد المزدوج والمكهرب بين وادي تليلات تيلنسان يضاف إليه خط السكك الحديدية الذي يربط المنطقة الصناعية ببطوة بالشبكة الوطنية هذا الأخير يكتسي أهمية كونه نقطة عبور من وإلى الجنوب وبالتحديد منجم غارج بيلات باقي على مستوى مدخل مدينة كمسان كان أشغال كبرى حوالي كيلومترين اللي سوف ننهيها إن شاء الله هذه السنة اللي فيها يتواجد فيها حوالي جسرين عملاقين اللي رهم في تقدم أشغال معتبرة مشروع حاسي مفسوخ بالطيوة على مسافة 12 كيلومتر أشغال منتهية 100% فيما يخص إن شاء الله يدخل حيز الخدمة في أقرب وقت إن شاء الله المقطع هذا يراه كي نربطه حنا يا جارج بيلات ببشار ونطلل لحقه حتى الأرزو نلحقه بمسافة 1600 كيلومتر هذا المقطع اللي راهه في طول الإنجاز كان خصه بشي الحق الحديد إلى المنطقة الصناعية وهذا اللي درناه اليوم في طول الإنجاز زيادة حجم المنشآت المنجزة بوهران ستمكن من تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد